السلام عليكم النهاردة ان شاء الله نتكلم على مجموعة من النمازج الرياضية النمازج سرعة إنتاج الميثان في أنظمة الهضمة على دفعات ونحن نتكلم قبل كده ازاي نعمل التجربة لحساب كمية الميثان لكن النهاردة ان شاء الله نتكلم على مجموعة من النمازج الرياضية أو النمازج سرعة إنتاج النمازج الرياضية لحساب سرعة إنتاج الميثان من مادة معينة غالباً بيكون المودل زيدياني إمبيريكل يعني معناها أنها لازم فيه experimental data يكون عندك تجارب تجمع منها data وبعد كده بتعمل data fitting وبتحسب الكنستانت مثلاً أو بتحسب معدلات السرعة ومعدلات الإنتاج بتاعة الميثان طبعاً دراستها سرعة إنتاج الميثان دي مهمة جداً أما تجي تقارن مثلاً مؤد معينة تقارن سرعة إنتاج الميثان مثلاً من خشب خشب غير ما تجد تقارنها مثلاً بمخلفات الأغذية للمخلفات الثيونات وهكذا طبعاً دي مهم ما بتجي تعمل design وما بتجي تعمل تصميم وبتعمل evaluation أو بتعمل تقييم لمخمر لا هواتي غالباً اللي هو النمازج الرياضية زيزة الدرجة الأولى دي غالباً بنستخدمها للمواد اللي جنسلولوزية أو المواد اللي تحتوي على اللي جنين وسلولوز وبالمقارنة طبعاً بالسوليابل أو اللي هي المواد اللي هي اللي هي السوليابل اللي هي المزابة يعني اللي هو مطلوبية الأكسجين المزابة وهكذا بنقول ده طبعاً اللي هو ده بيكون سجمويدل طيب اللي هو بيكون عبارة عن سيني يعني يعني ايه سيني؟ بيكون عندك اللي هو الكيرف العادي بتاع الجروز بتاع البكتيريا بيكون بيتكون من ثلاث مراحل على سبيل المثال الجزء الأولاني بيكون الجزء البطيئة أو اللي هو اللي هو اللي هو التباطؤ اللي هو مرحلة التباطؤ وبعد كده في مرحلة اللي هي الأفسية بيكون زيادة عالية جداً وبعد كده عندك البلاتؤ أو اللي هو الجزء التالت بيكون zero order أو اللي هو بيتكون اللي هو بيكون بلاتؤ وما فيش ما فيش انتاج يعني بيكون عندك zero order يعني معنى كده ان هو مجرد بس بيكون بيكون عندك الجزء ثابت ما عادش فيه اينتاج بعد كده ده طبعاً بيكون اللي هو البني cent their top المنفعنة اللي عندي بتاع الميثان المتراكم او اللي هو المنتج خلال عملية البتش او اللي هي الدفعات. طبعا ممكن كمان البيانات التجريبية دي ممكن استخدم مثلا معارلة تانية على سبيل المثال مثلا بيكون يعني ممكن يكون اي 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 نموذج رياضي ولكن تكون اللي هي الدرجة بتاعته مصفرية يعني معنى كده مش 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 واحد معنى كده انه يكون مسلا مرفوع لاي اس تاني اللي هو عندك الدرجة بتاعته الردبة بتاعته يكون اكثر من واحد ممكن اقل من واحد على حسب اللي هو الامberical shape اللي انت موجودة عندك. ممكن يكون كمان اللي هو نمازج مثلا اللي هو آآ مازج رياضية للنمو بتاع البكتيريا بيكون غير آآ غير خطي. وبالتالي بيكون عندك يعني نمو بيكون آآ يكون آآ نمازج وتكون اكتر تعقيداً من اللي هي آآ نمازج الردبة الاولى. او اللي هي الدرجة الاولى في الحالة دي. الدرجة الاولى. طيب. هنا هنا بعض النمازج اللي كانتك بنقول عندك مثلاً بيكون الشكل بتاعه او المعادلة بتاعته بيكون اللي هو كمية الميسان اللي هي المتراكمة. آآ ممكن تحسبها على اساس ان هي بالجرام من او اللي هي آآ المواد العلوية المتطيرة او ان هي ممكن تكون يعني انت مثلاً تقول كمية الغاز المتراكم خلال عشرين يوم مثلاً عندك بتقسها كل يوم. مثلاً في اليوم الاولى طلعها خمسة ميلي وعشرة ميلي وهكذا الحد نبتوصل البلاتو الكيرفر. فبتاخد انت عندك الكيرفر وبتعمل لها اللي هو الديتافيتنج وبتحسب اللي هو البي زيرو والكي من آآ من البيانات اللي انت جمعتها من التجربة. آآ في مودل تاني زي اللي هو الجومبرتز مثلاً بيكون عندك فيه معاملات في آآ آآ برامتر زي تانية او اللي هي آآ زي آآ بي زيرو وفيه عندك كمان ر ام اللي هو آآ اقصى معدل آآ لانتاج الميسان وبيكون ده الوحدة بتاعته ميلي لكل جرام آآ من الورجانيك ما ترى على للساعة مثلاً وبنقول عندي هنا آآ كمان آآ البي زيرو زي ما هو اللي هو آآ كمية اللي هي آآ اقصى كمية أو آآ آآ اقصى كمية ميسان ممكن آآ تجمع خلال المدة كلها بتاعت آآ التست بتاعك مثلاً عشرين يوم بيكون عندك آآ أكتر كمية ممكن تحسبها آآ كمية آآ كمية رقمة آآ طيب آآ بعد كده عندنا اللي هو آآ آآ ده آآ 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 ناموذك تاني لكن هو شبيه باللي هو الإكسابليينشن وده زي ما قلنا نحن ممكن اللي عندك إنه مش حكاية فيرس توردر او اللي هو الدرجة اللي قلها بس ولكن ممكن يكون عندك درجة اولى مرفوعة كمان لقص تاني والقص التاني ده بيسموه معامل الشكل ده معامل الشكل ده طبعا كفيتنج او كا كمعامل لي آآ آآ لي آآ آآ ازاي اعمل آآ آآ للفيت بتاع بتاع اللي الدياتا آآ آآ اللي عندي وبالتالي ده ممكن يكون بديك آآ اكتر اكتر في بعض المواد. اه وبالتالي انه ممكن استخدم برضو البيانات اللي هي التجربية. اللي انا احسب في الحالة دي احسب عندي البي زيرو والك والان. اه بالمثل برضو اللي هو الكون مودل والكون مودل ده برضو فيه اه معاملين او تات معاملات او انا حسبت ان البي زيرو وعندي الان وعندي الك ممكن احسبهم من المعادلة دي. طيب اه بنقول ان احنا عندنا ازاي احسب المعاملات دي? اه بنقول طبعا اه ممكن لازم استخدم الكمبيوتر طبعا عشان اه احسب المعاملات. المعاملات اللي هي عند مسلا بي زيرو والك او البي زيرو والثيتا والك وهكذا. ازاي احسبهم باستخدم الكمبيوتر. فعلى سبيل المسال هنا اه هنا ده الكون مودل مسلا لما نستخدمه للبيانات اللي عندي مسلا اللي هي في اه المخلوط من من الالجي او اللي هو السيانو باكتيريا اللي هي او رأيو اسبيرولينا. او اللي هو بيسمو MUch ثمام العضوي الثمام بتاعة الميسان المنتجة على درجات الفهر. انا النهاردة مش هقول ازاي استخدم احسب البرامتر زي دي او اللي هي المعاملات دي. ولكن في الفيديو جي ان شاء الله هنتكلم ازاي استخدم الاكسل مثلا لحساب البي زيرو والسيتا والار ام في الجومبرتز موديل. وبكده اشكركم. ولو في اي تعليق بعدوا لي ايميل او احطوا في التعليقات على كل فيديو. وانا راكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله.